اعلن اليوم عن تشكيل لجنة لدراسة موضوع فرض ضريبة على دخل المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق الحرة العامة والناشئة عن نشاط تصدير السلع والخدمات خارج المملكة اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة صناعة عمان وشركة المناطق الحرة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكد أن فرض ضريبة على المناطق الحرة العامة يستحق الدراسة موضحا أن القانون الجديد للضريبة عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل المناطق الحرة وخارجها